وبالعودة إلى أخبار أصحاب السمو الشيوخ أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل الهيان رئيس الدولة حفظه الله أن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ مكانتها في قطاع الفضاء وكفاءتنا الوطنية قادرة على بلوغ أعلى المراتب في هذا القطاع باعتباره أحد القطاعات الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة لما يمتلكه من فرص اقتصادية وعلمية حقيقية جاء ذلك خلال استقبال السموه في قصر البحر اليوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي قيادات وكالات الفضاء العالمية المشاركين في حوار أبو طبي للفضاء الذي اختتم فعلياته اليوم وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل الهيان أن دولة الإمارات ستواصل دعم قطاع الفضاء وتهيل الكوادر الوطنية على أعلى المستويات لتعزيز تنفسيتها في القطاع بالتعاون مع الشركاء في العالم بما يعود بالخير على البشرية الجمعة ترجمة نانسي قنقر